موسيقى قمة مصرية أردنية في القاهرة تبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة في اليوم العالمي لذوي الهمم اهتمام رسمي من الدولة بتعزيز دورهم وتمكينهم في المجتمع أوروبا تضع حدا أقصى لسعر النفط الروسي وموسكو تحرم الدول المطبقة للقرار من شراء إنتاجها الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى إلى التفاصيل تكتسب العلاقات التاريخية المصرية الأردنية أهمية خاصة نظرا للدول الإقليمية التي تلعبه الدولتان في موادات التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة وتعد العلاقات المصرية الأردنية نموذجا يحتبى به لعلاقات قوية ووثيقة منذ القدم كما ترتبط الدولتان بأواصر تاريخية ثقافية وعلاقات متميزة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عقد الرئيس عبد الفتاح أسيسي مباحثات قمة مع الأهل الأردني الملك عبد الله الثاني تناولت العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة واستقبل الرئيس عبد الفتاح أسيسي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشنية في قصر الاتحادية حيث أجريت مراس مستقبال رسمي لضيف مصر واستعرض الزعيمان حرس الشرف رائد أحمد رابر حرس برهوري عرف الشرف جاهد من نتيجة طيب موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة ولحديث أكثر عن العلاقات المصرية الأردنية معنا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام أستاذ جميل بعد التحية يعني كيف تنظر إلى زيارة العالي الأردني إلى القاهرة في من جهة توقيتها وأهمية هذا التوقيت هو بالطبع لازم نعرف وخمساشر مليون دولار هناك أيضا تدريبات عسكرية مشتركة بين مصر والأردن وعلى الجانب السياسي فهناك أيضا تقابق في وطه النظر من جهة القضية الفلسطينية أن مصر والأردن بتولي اهتماما كبيرا بالقضية الفلسطينية ودائما وأردا يكون هناك تبادل لرؤى وتوضيح للمفاهيم حول القضية الفلسطينية والعمل على حل القضية الفلسطينية بشكل كبير هناك أيضا تعاون أو آلية لتعاون سلاسي بين مصر والأردن والعراق كل ده بالطبع هناك أزمات حديدة في محوط الشرق الأوسط مصر والأردن بتفعام بشكل كبير بحل هذه الأزمات مثل الأزمة الليبية الأزمة في سوريا الأزمة في العراق أيضا وعمليات التهديئة الوضع في اليمن الوضع في السودان كلها موضوعات مهمة جدا بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط والدول العربية ولهذا السبب هناك تنسيق دائم ومستمر من خلال تبادل الزيارات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله ملك الأردن وهو ده اللي بنشوفه خلال الفترة الأخيرة وتبادل الزيارات المستمر وكان في بقاء أيضا بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك الأردن في استفتاح كاف العالم لكن في الوقت الحالي طبعا هناك يجب أن يكون هناك تنسيق واضح ومهمة أستاذ جميل من بين هذه الملفات الهمة في إطار طبعا التنسيق المستمر بين الدولة من بين هذه الملفات الهمة ربما يبرز ملف عملية السلام والتغير الحاصل في الحكومة الإسرائيلية ما هي كيف تنظر إلى التنسيق المصري الأردني فيما يتعلق بهذا الملف هو زي ما أقول للحضراتك أن أهم الملفات التي فيها تنسيق كامل بين مصر والأردن هي القضية الفلسطينية أن مصر والأردن لديهم ثوابت حقيقية أن هناك أن القدس الشرقية عاصمة لدولة إسرائيل حل الدولتين يجب أن يكون هناك حل واضح لكل الأزمات المترتبة من الجانب الإسرائيلي التنسيق ده مستمر وواضح ولا يوجد فيه أي مناقشة لهذا السبب مع الحكومة الإسرائيلية جديدة هناك تنسيق طبعا بالطبع بين مصر والأردن لطرح وجهة النظر الحقيقية القوية للقضية الفلسطينية من مصر والأردن ونحن عارفين أن مصر خلال الفترة الأكيرة تدخلت بشكل كبير جدا وحلت العديد من الزماد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية من خلال القصف على غزة وأيضا في إشادات دولية كبيرة بالدور المصري اللي بتلعبه لحل القضية الفلسطينية وكان أخرها إشادة الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة شرم الشيخ قمة المناخ في شرم الشيخ إذن مصر أصبحت هي المدافع الأول للقضية الفلسطينية وهذا بتطرح وبتسعى بشكل كبير جدا لحل الأزمة الخلسطينية وهو ما يظهر بالتأكيد في التنسيق المصري الأردني نعم الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام جارية الأهرام مشكورة جزيرة شكر تتأسس العلاقات بين مصر والأردن على مرتكزة ثابتة منذ عقود عدة وتتميز باستقرارها في مواجهة الواقع المطارب بالمنطقة كما يمثل التعفق في الرؤى جانبا هاما من العلاقات الصناعية بين البلدين بدعم كبير من القيادتين السياسيتين على عهدها دائما ومنذ نشأتها الأولى تبقى العلاقات المصرية الأردنية على قلب رجل واحد ما بين القاهرة وعمان مستوى رفيع من العلاقات منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية عام 1946 حيث تبادلت الدولتان الصفارات والقنصريات كما كانت مصر والأردن عضوين مؤسسين في الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز وعدة منظمات دولية أخرى توافق تام وتنسيق دائم بين القيادة السياسية للبلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية كالقضية الفلسطينية والوضع في كل من العراق وليبيا واليمن وسوريا وأزمة اللجوء إلى جانب تطابق رؤاهما تجاه تحقيق الأمال والتطلعات التي يصب لها الشعبان الشقيقان المصري والأردني وتعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات المشتركة التوافق بين القيادتين السياسيتين لمصر والأردن تواصل على المستوى الحكومي أيضاً وفي هذا الإطار تعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وما ينضوي تحتها من اتفاقيات ثنائية وإقليمية مشتركة في العديد من المجالات منها الاقتصادية والعسكرية ومجالات الطاقة والكهرباء الأردن يحتضن جالية مصرية كبيرة تسهم بشكل كبير في حركة النهضة بالمملكة وفي المقابل تستضيف مصر جالية أردنية تعيش وتتلقى كافة الرعاية والترحاب في بلدها الثاني مصر علاقات اقتصادية بمحاورة متعددة تجمع بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية بما يسهم في تعزيز وتنمية التعاون المشترك بين البلدين ومن خلال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة تسعى القاهرة وعمان إلى تنمية مجالة التعاون والتنسيق الاقتصادي بينهما محاور عدة وضعت خصوصية استراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن لتدشن نموزجا راسخا للتعاون المثمر بين دولتين محوريتين اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة أكثر لجان مشتركة انتظاما في الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985 تسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات بين البلدين حيث تم عقد 30 دورة نتج عنها توقيع نحو 160 بروتوكولا واتفاقية ووثيقة تعاون في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين حركة التبادل التجاري بين مصر والأردن شهدت ارتفاعا كبيرا بالتزامن مع التعاون المضطرد بين البلدين في العديد من المجالات ليبلغ بنهاية عام 2021 نحو 775 مليون دولار منها 572 مليون دولار صادرات مصرية و203 ملايين دولار صادرات أردنية تتنوع بنود التبادل التجاري بين مصر والأردن لتضم المنتجات الغذائية والأثاثة والسلع الزراعية والأسمدة والأدوية الاستثمارات الأردنية في مصر بلغت 41 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021 مقابل 7 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 485.7% مصر والأردن ترتبطان بعدة اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة من أهمها اتفاقية التبادل التجاري الكبرى التي تشمل عدة بلدان عربية واتفاقية التبادل التجاري ثنائي ترجمة نانسي قنقر اكدت السيدة انتصار السيسي قارينة الرئيس الجمهورية أن مصر كانت عبر تاريخها من أوائل الدول التي عملت على تمكين ذوي الهمم وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أشارت السيدة انتصار السيسي إلى أن مصر ستظل تعمل على تعزيز دور ذوي الهمم ومنحهم الفرص الكاملة من خلال المبادرات الرئاسية والحكومية المختلفة استعرضها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أبرز جهود الدولة في دعم وحماية أبنائها من ذوي الهمم وأوضح المركز أنه تم تأسيس صندوق عطاء وهو أول صندوق استثمار خيري يستهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لنعاية ودعم مؤسسات ذوي الهمم كما أكد أنه تمت إضافة مادة جديدة للقانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الهمم لمعاقبة المتنمر على ذوي الهمم بالحبس والغرامة مشينا لأنه تم تتشين البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعوضية لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعوضية بجودة عالية وأسعار موحدة وكذلك إطلاق منصة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الهمم للتطوير والوصول إلى فرص وظيفية أفضل دعم غير محدود واهتمام كبير أولته الدولة لأصحاب الهمم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري أصحاب الهمم كان لهم نصيب كبير من استراتيجية الدولة المصرية وفكرها فاتخذت الدولة العديد من الخطوات في هذا الإطار حيث طرحت الحكومة بطاقة الخدمات المتكاملة التي يستفيد منها 13 مليون من أصحاب الهمم وهي البطاقة التي تضمن حقوقهم في مختلف المجالات والجوانب المعيشية من تأمين صحي ومعاش وتوفير فرص العمل تضمنت الجهود أيضا إنشاء المجلس القومي للأشخاص أصحاب الهمم ليحل محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة وهو المجلس الذي يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص أصحاب الهمم المقررة دستوريا ونشر الوعي بها وواصلت الوزارات ومؤسسات الدولة مبادراتها لمساندة أصحاب الهمم فكانت مبادرة مصر بكم أجمل لتوعية ذوي الهمم بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة وحقوقهم وواجباتهم وأحكام السلامة والصحة المهنية وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل فضلا عن التدريب على ريادة الأعمال وكيفية إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر الاهتمام بذوي الهمم توي بإعلان عام 2018 عاما لذوي الهمم والذي صدر فيه القانون رقم عشرة لسنة 2018 الذي ينص على حقوق وامتيازات عديدة لهم سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش هي إذن جهود حثيثة بذلتها وتبذلها الدولة في سبيل الارتقاء بحماية ذوي الهمم وتوفير كل سبل الراحة والأمان والحفاظ على حقوقهم يصادف اليوم الاحتفال باليوم العالمي لدعم ذوي الهمم الذي خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992 من أجل دعم تلك الفئة من المجتمعات وضمان حقوقهم إلى جانب زيادة الوعي لدى الشعوب بإدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسر مع تمكينهم من أجل تحقيق التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر اعربت ياسمين فؤاد كشك إحدى فتيات ذوي الهمم من المكفوفين عن سعادتها بلقاء الرئيس عبد الفتاح أسيسي خلال زيارته لمدينة المنصورة الجديدة ولب الرئيس أسيسي طلب فتاة قادرون باختلاف واستمع لعزفها وشكرها وقالت ياسمين فؤاد إنها عرضت أمام السيد الرئيس مشغولات يدوية صنعتها بأيديها ولفتت إلى أنها تحدثت مع الرئيس أسيسي عن رغبتها وحلمها في الانضمام إلى فرقة الموسيقى العربية لإيجادتها العزف على ألة الأورج ووعدها الرئيس أسيسي بعمل مسابقات بالمحافظات في النحط والرسم والتمثيل والموسيقى قريبا ليعطي لها فرصة طبعا الشعور جميل قوي بجد ما يوصفش بمهما قلت يعني ما يوصفش بأي شيء حاجة جميلة قوي فخرة لها طبعا بإذن الله هيبقى يعني بداية انطلاق الحاجة جديدة لها لأن كل مرة أنا بقابل سيادته فيها بيبقى لي دعم كبير نفسي ومعنوي وكل حاجة اللي هو بيديني مرحلة جديدة بيبدأ فيها بيبدأ أن أنا أنتج بصورة إيجابية أكتر عن اللي قبلها تعد مدينة المنصورة الجديدة نافذة الدلتة السياحية وجاء كورنيش المنصورة الجديدة ليكون متنفسا للمواطنين هذا طابعا جمالي خاص يضيف للمدينة الجديدة جمالا ورونقا سياحيا ويضم الكورنيش ممشا وكافيتريات وملاعبا إلى جانب مناطق القراءة والإنترنت ومناطق ألعاب للأطفال بعد افتتاح مدينة المنصورة الجديدة درة دلتة مصر يأتي كورنيش المدينة ليضيف لمسة جمالية للمدينة بخدماته الترفيهية والسياحية كورنيش المنصورة الجديدة يقع بطول أربعة كيلو مترات على ساحل البحر الأبيض المتوسط ويتضمن مطاعم وكافيتريات ومقاعد مخصصة للقراءة كان بصراحة أنا منبهر بجدا حتى كورنيش الأولاد من مبارح دايما بقولوا لي عايزين نروح نشوف المكان وأنا جد بصراحة المكان كاننا في أوروبا بصراحة المكان حاجة محترمة جدا ما شاء الله حاجة جميلة جدا حاجة نفتخر بها قدام أي حد قدام أي دولة ما شاء الله مناظر أوروبية حاجة نضيفة جدا يعني حاجة في المستوى كورنيش حاجة جميلة وأنا أول ما شفته قلت البابا يجيبنا هنا على طول وهو عجبني جدا كورنيش المنصورة الجديدة به عدد من المساحات الخضراء ومقاعد للجلوس ومجموعة من الشواطئ الخاصة والعامة التي جذبت أنظار المواطنين خاصة بعد افتتاح الرئيس السيسي لمدينة المنصورة الجديدة حاجة جميلة جدا 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 حاجة تفرح وحاجة والله يعني شرف وحاجة جميلة وربنا يخلينا السيسي يا رب والحمد لله كلها جميلة 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 وحاجة يعني ما حصلتش والله حاجة رهيبة بجد والله ما كانش حد مصدق اللي احنا نبقى فيها كده وبسم الله ما شاء الله وربنا يخلينا السيسي يا رب وتحية مص انتهت المرحلة الأولى من تنفيذ كورنيش المنصورة الجديدة لتكون المدينة مدينة متكاملة الخدمات السكنية والترفيهية وتحقق حلم الأجيال القادمة في بناء مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 667 قضية تمونية مسندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 656 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المضعومة تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط قرابة 59 طن إلى جانب ضبط أكثر من 512 طن في مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبعي بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض بينما تم ضبط قرابة 67 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فضلا عن ضبط 915 قضية في مجال قضايا المخابس من بينها 287 قضية خبز ناقص الوزن و218 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أكد رئيس الحكومة الأمنانية ناجي ميقاتي ضرورة وجود إرادة سياسية من مختلف القوى والطيارات السياسية لإكمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت وأشار ميقاتي إلى أهمية استكمال إقرار القوانين الإصلاحية قبل الانتقال إلى إقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي بما يؤمن الفرصة المناسبة للتعافي الاقتصادية وأكد ميقاتي أن لبنان يعيش حاليا أزمة خانقة ظهرت عكاستها على مختلف القطاعات دون أن تؤثر في عزيمة اللبنانيين وقدرتهم على الصموض والنهوض من جديد أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية تحسين الخفاجي نجاح القوات في تفكيك وحدة القيادة والسيطرة لدى تنظيم داعش الإرهابي وقال الخفاجي أن تعطيم وحدة القيادة والسيطرة للتنظيم كان إحدى أهم أولويات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية مشينا إلى مقتل أعداد كبيرة من قادة التنظيم وانهيار منظومة القيادة ما أربك صفوف عناصره واجعله غير قاد على تنفيذ أي عملية إرهابية مؤثرة قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بسكوف إن الرئيس فيلاديمير بوتين منفتح على إجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا دون شروط وقال بسكوف إن مطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن بمغادرة روسيا للأراضي الأوكرانية قبل بدء المحادثات سيجعل المفاوضات مستحيلة مؤكدا أن موسكو تفضل الطرق الدبلوماسية للتفاوض أفادت وكالة رينوفستي روسيا أن المدفعية الروسية تدمر مواقع للقوات الأوكرانية في اتجاه منطقة زابوريجيا في المقابل قالت القوات الأوكرانية أن الجيش الروسي ينقل بعضا من قواته في خرسون والزابوريجيا إلى خطوط خلفية بسبب كثافة الضربات الأوكرانية على المنطقة قالت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا تخطط لتطويق بلدة بخموت في إقليم الدونتسيك بالتقدم إلى الشمال والجنوب وأضافت الوزارة أن الاستيلاء على المدينة سيكون له أثر محدود على العمليات لكن من المحتمل أن يسمح لروسيا بتهديد كراماتوركس واسلوفيانسك مشيرة إلى أن الاستيلاء على بخموت أصبح هدفا سياسيا رمزيا لروسيا قال عمدة مدينة خاركيف إيهور تريكوف إن المدينة تعرضت لأضرار بلغت نحو 9 مليار دولار نتيجة القصف الروسي وأشار عمدة خاركيف إلى عدم إمكانية ترميم حوالي 500 مبنى سكنية منها نحو 300 مبنى في شمال الساتفيكة وهي المنطقة الأكثر تضرورا من القصف كما تم تدميره 109 مدارس ونحو 110 رياض أطفال فضلا عن تدمير 53 منشأة طبية على حد قوله أظهرت صور الأقمار الاصطناعية الفرقة بما وقع في ميروبول في مارس ونوفمبر من هذا العام وتظهر إحدى الصور تشريد منشأ عسكرية روسية بين ذلك الإطار الزمنية بينما تظهر صورة أخرى الدمار والهدم الكاملة لاحقا لمبنى سكني في منطقة ليفو بيرزني وفي صورة أخرى تظهر مسرح ماريوبول المدمر في مارس وشاشة مبنية حوله في 30 من نوفمبر الماضي كما أظهرت صورة أخرى مستشفية متضررة ومنشآت أعيد بناؤها فيما بعد بينما أظهرت صورة أخرى مقبرة ستارو كارمسكي في مارس والتي تضمنت قبورا إضافية في نوفمبر أعربت اللجنة التحقيق الخاصة بأوكرانيا تابعة للأمم المتحدة عن قلقها العميق من تزايد التهديدات التي يتعرض له المواطنون الأوكرانيون وقال أعضاء اللجنة عقب زيارة الرسمية إلى أوكرانيا إن المدارس دمرت أو هدمت بعد 9 أشهر من بدء العملية العسكرية الروسية مشيرين إلى أن الوصول إلى المدارس أصبح صعبا في المناطق التي انسحبت منها القوات الروسية مثل خاركيف وخرسون كما وضحت اللجنة أن هناك ضمارا كبيرا شهدته البنية التحتية المدنية في أوكرانيا خاصة شبكات الطاقة والنقلة هذا وتوقع رئيس الأوكراني فولاديمير زيارة نيسكي أن تقوم حوالي 60 سفينة بتصدير الحبوب قبل ربيع عام 2023 في إطار برنامج الحبوب من أوكرانيا وقال زيارة أن السفينة الأولى غادرت بالفعل إلى أفريقيا بشحنة من القمح وستتبعها سفينة ثانية وأضاف أنه سيتم تحميل ثلث الكمية بالقمح متجه إلى الصومال لافتا إلى أن الاتفاق سمح لأوكرانيا بتصدير ما يقرب من 13 مليون طن من المنتجات الزراعية اتفقت دول مجموعة السابع وستراليا على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولار للبرميل جاء ذلك عقب اتفاق مماثل توصلت إليه في وقت سابق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حسب ما جاء في بان المشتركة هذا ومن المقرر أن تدخل الألية حيث تنفيذ الأثنين المقبل مع بدء سريان الحذر الذي فرضاه الاتحاد الأوروبي على شراء النفط الروسي عن طريق البحر من جانبها رحبت الولايات المتحدة بالاتفاق بينما شددت الرئاسة الأوكرانية على ضرورة خفض الحد الأقصى لسعر الخامي الروسي إلى 30 دولار للبرميل لاستهداف الاقتصاد الروسي على نحو أشد أرنت روسيا أنها ستواصل البحث عن مشترينا لنفطها رغم ما وصفته بالمحاولة الخطيرة من الحكومات الغربية لفرض حد أقصى لسعر صادراتها النفطية وقال الرئيس الروسي فاديمير بوتين ومسؤولون رفيع المستوى في الكريملين مرارا إنهم لن يوردوا النفط للدول التي تطبق سقف الأسعار وانتقدت سفارة روسيا في الولايات المتحدة في تعليق على تاليجرام ما قالت إنه إعادة تشكيل لمبادئ السوق الحرة وأكدت أن الطلب على نفطها سيستمر رغم هذه الإجراءات تعقد مجموعة أوبيك بلس اجتماعها غدا لوضع سقف لسعر النفط الروسي قبل الموعد النهائي الذي أحدده الاتحاد الأوروبي لفرض حظر كامل لمشتريات الخام الروسي المنقول بحرا في الخامس من ديسمبر وقال مصدراني من كبار المنتجين الروس إن إنتاج النفط الروسي قد يتراجع بنحو 500 ألف إلى مليون برميل يوميا في أوائل 2023 بسبب حظر الاتحاد الروبي على الواردات المنقولة بحرا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للقاء روسيا لإجراء محادثات بشأن معاهدة نيو ستارت النووية يأتي ذلك على الرغم من اتهام موسكو لواشنطن بانتهاج السلوك سام مناغض لها استنادت لي للانسحاب من المفاوضات قبل أيام في محاولة لفتح قنوات اتصال مع موسكو وتهديئة الأجواء الساخنة بعد التوترات الأخيرة التي شهدتها العلاقات بينهما بسبب الأزمة الأوكرانية تحدثت واشنطن عن استعدادها للجلوس على طاولة الحوار مع الجانب الروسي وكان من المقرر أن تجتمع روسيا والولايات المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي إلى السادس من ديسمبر الجاري بإجراء محادثات حول نيو ستارت وهي آخر معاهدة رئيسية لنزع السلاح بين أكبر قوتين نوويتين في العالم وكان الاجتماع سيمثل لقاءا نادرا منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا منذ تسعة أشهر ولكن وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق تأجيل اجتماع اللجنة الروسية الأمريكية بشأن المحادثات ولم تحدد موعدا جديدا للاجتماع فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن روسيا أرجأت الاجتماع الذي كان سيستمر أسبوعا بشكل مفاجئ ومن جانب واحد وأضاف أن أي تلميح بأن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية خاطئ تماما وأكد أن واشنطن لازالت على استعداد للاجتماع مع روسيا لاستكمال المحادثات بشأن معاهدة نيوستارت التي أبرمت في 2010 عندما كانت العلاقات أكثر دفئا وقيادة روسيا والولايات المتحدة بحد أقسى من 1550 رأسا حربيا نوويا لكل منهما وهو تخفيض بنسبة 30% تقريبا عن الحد السابق الذي وضع عام 2002 وكانت روسيا قد أعلنت في أغسطس الماضي أنها ستعلق عمليات التفتيش الأمريكية في مواقعها العسكرية بمنجم المعاهدة مشيرة إلى أن ذلك جاء ردا على عرقلة الولايات المتحدة لعمليات التفتيش الروسية مساعي الولايات المتحدة للتفاوض مع روسيا وخفض التصعيد تتوالى رغم الأجواء القاتمة التي تخيم على العلاقات بين البلدين على خلفية تحرك الرئيس الأمريكي جو بايدن لعزل ومعاقبة روسيا اقتصاديا على خلفية الأزمة الأوكرانية شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على أن أسطول الولايات المتحدة هو أكبر رادع يوفر التفوق في الجو وأكد أوستن عقب الكشف عن القاضفة الجديدة بي 21 ريدر والتزامة واشنطن مع الحلفاء لمواجهة القوى المعادية وتعزيز اعتماد خيارات الرادع لتحقيق التفوق وحل النزاعات وكشفت الولايات المتحدة الستارة عن سلاحها الاستراتيجي الجديد وهو عبارة عن طائرة مقاتلة باسم الشبح بي 21 ريدر في مدينة بلندلب ولاية كاليفورنيا ويمكن تشغيلها بلا تاقم وقادرة على تنفيذ ضربات نووية بعيدة المدى بالإضافة إلى استخدامها أسلحة تقليبية وقادرة على تحقيق التفوق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتون بلينكين التزام بلاده بتعمق العلاقات الاقتصادية والأمنية والصحية والشعبية مع تاينند وقال وزير الخارجية الأمريكي أن البلدين عزازات العام الماضي من شركتهما وتحالفهما حيث استضافت تايلند من نجاح منتدى التعاون الاقتصادي لأسيا والمحيط الهادئ وأشار إلى عقد أول حوار استراتيجي ودفاعي على الإطلاق كما أوضح بلينكين مجال التعاون بين واشنطن وبانكوك شمل مجالات الطاقة والاستدامة والأمن الإقليمية اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن إدخال تعديلات جذرية على جدول مواعيد إجراء الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنح ناخبين من أصول إفريقية تأثيرا أكبر في اختيار مرشح الحزب للاقترع الرئاسي ويتعين أن تحدثت تعديلات بدعم لجنة قواعد اللوائح الداخلية تابعة للجنة الوطنية الديمقراطية قبل التصويت عليها من قبل اللجنة الوطنية الديمقراطية مطلع العام المقبل في طريقهما للمكتب البيضاوي بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه التاريخي دونالد ترامب في مغازلة الناخبين ولا سيما من أصول أفريقية أو عرقية ملونة إلا أن حرقة التفاف جديدة من بايدن قد تغير موازين اللعبة لصالحه ففي اقتراح أخير طالب بايدن الذي يخطط للترشح مجددا في 2024 بإدخال تعديلات جذرية على جدوى الموعيد إجراء الانتخابات الدمهيدية للحزب الديمقراطية لمنح الناخبين من أصول أفريقية تأثيرا أكبر في اختيار مرشح الحزب للاقترع الرئاسية ويدعو مقترحه إلى إطلاق الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للعام 2024 في ساوز كارولينا حيث يقتن عدد كبير من السكان من أصول أفريقية بدلا من أيوة التي يشكل البيض غالبية سكانها ونيوهامشير الصغيرة حيث يبدأ التصويت تقليديا وفي رد سريع على الاقتراح اتهم الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعلن نيته الترشح للرئاسة في العام 2024 اتهم الديمقراطيين بإدارة ظهورهم للأشخاص الطيبين الذين يعملون بجد في ولاية أيوة يأتي ذلك في الوقت الذي استقبل قادة الديمقراطيين في أيوة ونيوهامشير مقترح بايدن بفطور من جهة أخرى فإن منح الناخبين من أصول أفريقية تأثيرا أكبر في بداية الانتخابات التمهيدية سيعزز موقع نائبة الرئيس كمال هارس إذا اختار بايدن عدم الترشح وحلت هي مكانه في السباق إلى البيت الأبيض ووحدها السنوات المقبلة قد تحدد إذا كان من الممكن أن تصل للمكتب البيضاوي مرشحة ذات أصول ملونة مثل كمال هارس أم يعود ترامب لبيته الأبيض وعود الخبر الأبرز في هذه النشرة حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أهمية تكاتف وتضافر جهود الدول العربية للتصدي للأزمات القائمة ببعض دول المنطقة وذلك في إطار من احترام سيادتها ووحدتها جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للعاهل الأردني بقصر الاتحادية حيث أقيمت لملك الأردن مراسم الاستقبال الرسمي وأشاد الرئيس بالعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعبة معربا عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين من جانبه أعرب ملك الأردن عن التقدير العميق الذي تكنه الأردن لمصر على المستوين الرسمي والشعبي واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وكذلك مسيرة العلاقات على مستوى آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد جلسة مباحثات مع العاهل الأردني تناولت مستجدات الأوضاع في المنطقة خاصة تطورات القضية الفلسطينية حيث تم التوافق على تعزيز جهود مصر والأردن نحو تقديم الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين ومن أجل العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق مرجعيات الشرعية الدولية أعلن المتحدث العسكري أن القوات المسلحة تتابع عنك ثم أثير بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة مستشفى قوسنى المركزية وأضاف المتحدث العسكري أن القوات المسلحة تؤكد على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون وتهيب بالجميع تحريد دقة والانتظار لحين انتهاء التحقيقات نفى المركز العالمي لمجلس الوزراء انتشار مرض الحم القلعية بين الماشية في مصر نتيجة غياب حملات التحصين لحمايتها وتواصل المركز مع وزارة الزراعة التي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحقة لانتشار مرض الحم القلعية بين الماشية في مصر نتيجة غياب حملات التحصين لحمايتها وشددت على توفير كافة التطعيمات والتحصينات الوقائية لرؤوس الماشية بشكل دوري ضد أي أمراض وبائية مشيرة إلى أنه تم إطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلعية وحمى الوادي المتصدع منذ 19 نوفمبر 2022 بجامع محافظات الجمهورية أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة انت الحياة بقلة المعصرة في مركز ملاوي بجنوب المينيا وتشمل المبادرة قافلة شاملة توعوية واجتماعية وصحية وثقافية وبيئية تطلقها مؤسسة حياة كريمة تبعا بجميع محافظات الجمهورية لتضع بناء الإنسان في أولويتها كما تتضمن مبادرة انت الحياة ورشا يومية للمحاضرات التوعوية للمجلس القومي للمرأة وورش عمل لتعليم الحرف للسيدات وجلسات حوار يومية ومسرحا وعروضا مسرحية متعددة وكذلك ورش عمل حرفية للسيدات فضلا عن إقامة اختبارات لمحول أمية شاهدنا اليوم ملتقى توظيف وأيضا قافلة لوزارة الصحة وورش لتعليم الحرف من خلال مجلس القومي للمرأة وأيضا جلسات توعوية وجلسات للدوار من المجلس القومي للمرأة فعالية مهمة لاقت إقبالا شديدا من المشاهدين ومن أهل القرى ونحن نسعى للمزيد في خلال أيام المقبلة لا سيما في ضوء وجود قوافل صحية من خلال قوافل طبية من خلال جامعة الميليا أقامت سفارة الإمارات بالقاهرة احتفالا بمناسبة العيد الوطني الحادي والخمسين تحت رعاية سفارة الإمارات بالقاهرة مريم الكعبي وبمشاركة سفراء الدول العربية والأجنبية وعدد من الشخصيات العامة وبعض من الجالية الإماراتية بمصر وانطلق الاحتفال تحت شعار روح الاتحاد حيث شمل الاحتفال عرضا لرقصة من الفرقلور الإماراتي وعسفا للنشيد الوطني المصري والإماراتي ما في كلمة تعبر عن مدى فرحتنا وفخرنا أن نحن نحتفل باليوم الوطني الإماراتي وعيد الاتحاد الواحد وخمسين من أرض الكنانة من مصر الشامخة كالأهرامات المعطاءة كنيلها نحن سعيدين جدا بهذا الأمر والعلاقات الإماراتية المصرية هي تعتبر في قمة ذروتها تحت قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الرئيس دولة الإمارات وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا أمر نراه من خلال حضور عدد كبير من معالي الوزراء اللي أسعدوني بمشاركتهم معنا في هذا الحفل الإمارات هي التجربة بتاعتها التجربة الوحدوية تجربة فريدة في العالم العربي كان فيه تجارب كتير جدا تعسرت من التجارب القليلة جدا جدا هي تجربة الإمارات التحاد نجح وترسق وبيد دولة محورية في المنطقة العربية فبنقول لهم كل سنة وانتوا طيبين ومزيد من التماسك والإزدهار والقوة والعلاقات المصرية الإماراتية المتميزة اليوم نحتفل في عيد دولة الإمارات نهدي تحيتنا لجميع القائمين على قيام دولة الإمارات على رأسهم سيدي الشيخ محمد بن زايد وشيخ محمد بن راشد وعضاء المجلس العلا كلهم وبصراحة احتفال اليوم من هنا من أرض الكنانة مصر أم الدنيا أولا كل عام تبخير كل عام شوخنا بخير وصحة وسلامة كل عام ومصر معانا دايما بخير وصحة وسلامة طبعا يوم مميز عيد الاتحاد الله يرحم زايد والله يحفظ الشوخنا إن شاء الله وإن شاء الله الإمارات تقدم دائما بإذن الله مع مصر اليوم هني شعب الإماراتي على عيد الوطني الوعد خمسين وحفلة حلوة ما شاء الله وتنظيم رائع احتفالات يعني والأخوان المصريين مقصروا ما شاء الله والإماراتي مصري والمصري ماراتي نجحت المرحلة الثانية من المشروع المصري الإطالي لتحسين الخدمات التمريدية بالمستشفيات الحكومية منطلق هذا المشروع بالتعاون بين مصر والوكالة الإطالية في مرحلته الأولى عام 2016 بمحافظة بورسعيد للارتقاء بخدمات التمريد المقدمة للمواطنين تطور كبير تشهده المنظومة الصحية تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالجانب الصحي للمواطنين يأتي بهذا الإعلان عن نجاح المرحلة الثانية من المشروع المصري الإطالي لتحسين الخدمات التمريدية المقدمة لمستشفيات وزارة الصحة والسكان مشروع هام انطلق بالتعاون بين مصر والوكالة الإطالية في مرحلته الأولى عام 2016 بمحافظة بورسعيد تأكيدا على قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وإيطاليا خاصة في مجال الصحة العامة للارتقاء بخدمات التمريد المقدمة للمواطنين النهاردة بنشهد الإعلان عن نتائج نهاية المرحلة الثانية من التعاون ما بين الحكومة الإيطالية والحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة التدريب والفرق التمريدية والرعاية الصحية في مجال التمريد ده كان بروتوكول تعاون ما بين وزارة الصحة والسكان والوكالة الإيطالية للتنمية وجامعة ساسيني أحد الجامعات المتميزة في مجال التعليم التمريدي في إيطاليا أنا سعيدة بهذا التعاون بين الحكومة المصرية والحكومة الإيطالية وسعيدة بمشاركتي ضمن برنامج تدريب الممرضات في مصر والمدعوم بالكامل من الحكومة الإيطالية البرنامج تدريبي ينصب حول مرض الإيدز وتدريب الممرضات على كيفية التعامل مع هذا المرض كما أن التعاون في هذا البرنامج ينصب على أنشطة مختلفة نقوم بتعليمها للممرضات والتعليم هنا يتسم بالاستمرارية ونحن نقوم أيضا بتطوير البرامج داخل مدارس الممرضات كما يعمل البرنامج على دعم وتطوير مهارات الممرضات في التعامل مع الآليات الجديدة في التمريد وذلك داخل مستشفيات الحكومة في مصر التطوير الأهم من وجهة نظري هو العمل على تطوير خدمات التمريد داخل المستشفيات وهذا العمل هو الأهم من حيث المستقبل خاصة في بورسعيد والمحافظات الأخرى وهو تطوير سينقل خدمات التمريد داخل المستشفيات إلى مرحلة التطور العالمي المشروع في مرحلته الأولى والثانية شمل محافظات بورسعيد والأقصر وأسوان وجنوب سيناء والإسماعيلية وتضمن رفع كفاءة البنية التحتية للمعاهد الفنية وتطوير مناهج التدريس وتبادل المنح الدراسية وتدريب القائمين على العملية التعليمية وإيفاد بعثات من الأطباء للتدريب على التخصصات المختلفة التدريب بيتم بناء على الاحتياجات التدريبية في الخدمة الصحية المقدمة في المحافظات دي لأن طبعا المحافظات دي دخلت مرحلة التأمين الصحي الشامل فدخلت فيها تخصصات جديدة لم تكن مدرجة من قبل في المحافظات الحدودية زي جرحت المخ والأعصاب وجرحت القلب والصدر فتم تدريب التمريد على يد خبراء من أساسة الجامعات وخبراء أجانب على كل التخصصات دي أفدنا التعاون الإيطالي في الحافظ تدريب وتحسين وتطوير أداء التمريد سواء كان من ناحية العملية أو ناحية العلمية يدرنا نستفاد من الجانب الإيطالي أنهم جابوا لنا خبراء متخصصين في إعداد المناهج التعليمية لطلبة معاهد التمريد الفنية يدرنا نستفاد منهم لتحسين الأداء العملي والتدريب على رأس العمل للطالبات بداية من سنة أولى لفترة الامتياز انتهت المرحلة الثانية لتبدأ مشاورات المرحلة الثالثة التي تستهدف محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية لاستكمال هذا المشروع الذي يقدم كل الخدمات الصحية للمريد والتمريد بكفاءة عالية بما يؤكد أن صحة المواطن على رأس أجندة أولويات الدولة محمود جميل التلفزيون المصري انتهت نشرتنا ولا تبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين قمة مصرية أردنية في القاهرة تبحث العلاقة الثنائية وقضايا المنطقة في اليوم العالمي لذول همم اهتمام رسمي من الدولة بتعزيز دورهم وتمكينهم في المجتمع أوروبا تضع حدا أقصى لسعر النفط الروسي وموسكو تحرم الدول المتبقة للقرار من شراء إنتاجها في ختام العناوين نصل معكم لختام نشرة الثالثة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة